تابعيني كرام تحياتي لكم متابعين تذكرون قبل يوم او يومين نزلت لكم بالمقطع الفيديو البلو بولي جيبت الجديد مايقبل يطبل القفص الحديد متعلم على الخشب الحمد لله اليوم صار يوم الثاني قمت طلعه وشوية جوعة يعني يطلع بارة سد الباب مع القفص وقام يتعلم يجعل القفص الحديد لان خليت الاكل بالقفص الحديد وخليت هو بالقفص الحديد وهس حاليا انا خليت الاكل تفاح فالحمد لله تعلم راح يطبل القفص الحديد من كيف يعني هو من ارادته يروح يطبل القفص وتعلم وان شاء الله بمرور الايام القادمة راح يتعلم كل يعني يرتاح من طبل القفص الحديد وما يصر عنده خوفه من القفص الحديد صار يومين يومين طلعه اربع ساعات ثلاث ساعات يجوع افتح للباب يظل يفتر يمن القفص حومي ريدي اكل ريدي اشرب فراح يطب فمن يطب اول مرة ثاني مرة ياخذ قرار انه هذا بعد انتهى استقر على القفص الحديد فهاي حبيتي اليوم اشوفكم المقطع الثاني ما تكملت المقطع الاول البلبل اشتريته جديد من الصديق امشان ما يحبي يطب للقفص الحديد وبقى ساعاته على القفص الخشب وهس بس شوفوا خليت الاكل تفاح رسا طب فالبلبل تحياتي لكم